احلى مباراة اكتكاية ربما كن شفناها في المونديال لغاية دلوقتي وجيم شاترانج ما بين فليك و لويس نريكي في لقاء المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني اللي انتهى بالتعادل والنتيجة اللي اشوفها نتيجة عادلة جدا احلى مباراة اكتكاية فعلا ربما الناس بتستمتع بالاهداف لكن في بعض الناس بيحبوا حاجات في التاكتكس ربما تكون بمثابة المطعة زي ما بتفاجع الاهداف زي مثلا خروج اسبانيا بالكورة من عند يوناي الحارس لغاية مرمى مانويل نوير رغب ان المنتخب الالماني عامل هاي لاين ديفينز لغاية منطقة جزاء المنتخب الاسباني واحدة من احلى من احلى الالعاب اللي كنا بنتفرج عليها في المباراة النهاردة نهاردة مباراة الفريتين عارفين بعض وكل فريق لحد ما يعني نفس المنتالة نفس العقلية نفس الاسلوب بس الشطارة مين اللي يقول التاني انا عارف انك حفظني بس انا برضو هعمل اللي انا عايز اعمله متخب الالماني بدأ المباراة وهو بيلاعب منتخب اسبانيا بالطريقة المعتادة اللي هي الاربعة اتنين تلاتة واحد وبيحاول ان هو يمنعه من اكتر حاجة وهما بيحبوها الاسبان وهي تيكي تاك كل فرق اسبانيا النهاردة المنتخب الاسباني منتخب الشباب منتخب النشاقين كل منتخبات اسبانيا بتلعب تيكي تاكا بتلعب استحواز بيطلع بالكورة من عند الجوني متعة 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 انك تشوف المتخب الاسباني ازاي رغم الضغط العالي عليه بيطلع بالكورة غصب عن عين اي حد حاجة بصراحة كمة في الجمال وكمة في المتعة الهم اتنين في وسط ملعب اسبانيا ومتعة كتالونيا فعلا في المتخب الاسباني بدري وجافي اللي اتنين بصراحة عندهم كدرة كبيرة في انخداع اي حد بيلعب عليهم مان تو مان وازاي النهاردة ان هما بيقدروا يخرجوا عشان يوصلوا المهاجبين بتوحهم لالستويشن بتاع تلاتة على تلاتة يوني الكورة بتبقى عنده منتخب الالماني بمولر وجاندوجان وموسيلا كلهم بيحاولوا يمنعوا المنتخب الاسباني ان هو يخرج بالكورة او هما يقطعوها في تلت ملعب المنتخب الاسباني عشان يعني يحولوها من يحولوا موقفهم من موقف دفاعي موقف هجومي وياخدوا الكورة في التلت دا ويقلبوه لهاجمة لهم ويقول لأ يجيبوا هدر المنتخب الاسباني كان بيقدر يخرج بالكورة عن طريق ان هو يسحب المنتخب الالماني عشان هو عايز حاجة واحدة بس عايز ان هو يفضي التلت الاخير اللي عند المانيا عشان يحطهم في مواقف تلاتة على تلاتة خصوصا ان السلاسي الامامي عند المنتخب الاسباني المكون من اسنسيو وقلمو وفيران توريس بيمتازوا بالصورة فانت عايز تحطهم في مواقف واحد على واحد طيب هنعمل ده ازاي هنعمل ده بان احنا نعمل تراب او نعمل مصيدة للمنتخب الالماني نشدهم يضغطوا علينا بعد ما يضغطوا علينا وفعلا ندخل اقبل عدد منهم نصف ملعبنا هوب نبدأ نفرغ المساحة الجافي وبدلي عشان ياخدوا الكورة ويروحوا على طول مواجهين المرمى ويوزعوا الكورة ليه السلاسي الامامي اللي كان دايما بيتحطوا في مواقف شفناها في شهوط الاول كتير واحد على واحد وكانت خطورة اسبانية كاملة متخب الالماني شهوط الاول ما كانش عنده اي تواجد هجوم المباراة كانت فعلا كلها عند المتخب الاسباني اللي ضيع حفلنا من الاهتف ما بداش خط التاني استمر الامر وطبعا نزول مرطة مهاجم صريحة احنا عارفين ان فيران تورس واسانسيو مش مهاجمين صرحة يعني اسانسيو كان لويس انريكي بيه لعابه ما يشبه كده مهاجم تسع الوهمي او الفول سناي اللي احنا بنسميه لما نزل مرطة في الشهوط التاني بدأ يبعا عند اسبانيا مهاجم صريحة وبدأ النهاردة بتحركاته الممتازة تحركه في الهدف اكثر من الممتاز قدر ان هو يجيب هدف التقاطم هل المنتخب المانيا فضل وقف يتفرج؟ لا برضو وقدمنا متعة في نهاية المباراة عن طريقة بديل سنين لنزل فعل قلب المباراة ويقدر بالضغط على المنتخب الاسباني واستغلال في وجهة نظري خطأ من لويس انريكي بان هو فضى وسط ملعابه تماما بالتغياد اكيد طبعا العيب تتعب اسلوب اللاعب ده متعب جدا بس المنتخب الالماني قدر بالضغط في نهاية المباراة ان هو يجيب في وجهة نظري هدف تعادل مستحق لان المنتخب الاسباني بعد تقدم بهدف مرتب بدأ يرجع وراه ويهي حافز على التقدم مبركة كمة في المتعة كمة في التاكتكس كمة في كل حاجة في فنون القرى تضغطه وزي تخرب من الضغطه وزي تلعب قرات سابتة وزي تخرب قرات سابتة حاجات كتيرة قوي قوي شوفناها في مباراة الالمانيا واسبانيا اللي في وجهة نظري انتهت بالتعادل العادل ولفي وجهة نظري ان التعادل ده هيخلي المنتخبين في الجواة تالتا يتقهلوا في تجرون المانيا واسبانيا هيتقهلوا برفقة بعض ده دور الستاشر هيتواقب بس نعرف مين المتصدر ربما طبعا كان المنتخب الاسباني هو المتصدر ومنتخب المانيا في وجهة نظري هيبقى صاحب المركز التاني انه هو هيكتسح كوستاريكا في الجولة التالتة والمنتخب الاسباني مش هيجد اي مشكلة في انه هو يفوز على الياباني عشان اسبانيا تتقهل كمتصدرة وهي المانيا تتقهل كواصيف بسبب التعادل اللي حصل النهارده في واحدة من احلى المتصدر التلتيكية اللي احنا شفناها في المونديال شكرا جزيلا ليكم كنت معاكم كليم سعيد موسيقى